15 وزيراً خرجت الحكومة الرابعة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى النور وسط مرحلة جديدة تتطلع عليها البلاد تعزيزاً للتعاون بين السلطتين الحكومة الجديدة التي باركها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد شهدت تغييرات عدة ودخول عدد من النواب فيما احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم فالشيخ حمد جابر العلي احتفظ بموقعه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع فيما شيخ أحمد المنصور عاد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية الدكتور محمد الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة أما حقيبة الصحة فاستقبلت وزيراً جديداً هو الدكتور خالد السعيد وبنظرة على باقي أعضاء الحكومة نجد أن عيسى الكندري احتفظ بموقعه وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية وشيخ الدكتور أحمد الناصر على رأس وزارة الخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتورة رنالفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور علي المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي العدل استقبلت أيضاً وزيراً جديداً هو المستشار جمال الجلاوي ووزير دولة لشؤون تعزيز النزحة فيما كانت حقيبة الإعلام والثقافة للدكتور حمد روح الدين عبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وعلي الموسى وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب أما وزارة التجارة والصناعة فكانت لفهد أشريعان مبارك العلو وزيراً لشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ومحمد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة الحكومة التسعة والثلاثون في تاريخ الكويت ضمت تسع وجوه جديدة بينهم أربعة نواب وبمباركة وتوجهات أميرية سامية وأمال شعبية كبيرة تبدأ حكومة الخالد الجديدة خطوتها الأولى نحو كويت جديدة يتطلع لها الجميع